حضرتك لو دخلت على جوجل ادسنس هتتفاجئ بالاشعار ده تحديث احكام مشروط ادسنس ولابد من قبول الاتفاقية من اجل المتابعة غير كده انت مش عندك حل تاني مش عندك حل تاني هو ده الحل وحيد انك توافق على الستاشر بند اللي هو حطهولك ستاشر بند فيها بمعنى اصح يعني جوجل تقدر تعمل اللي هي عايزة فيك تمام جوجل تقدر تعمل اللي هي عايزة فيك توصل لاي حاجة ليك حسابات خدمات ان هي تغير اي خدمة هي عايزها وتشيلها وتحطها براحتها تغييرات في الخدمة ويمكن تعديل لنا بص تعديل لنا بنود الخدمة في اي وقت اي وقت يقدر يدخل يعدل الخدمة ويعدل تعديلات سياسات ادسنس وارشادات المزايا وعلامات جوجل يعني زي مثلا لما حصل في حرب روسيا واوكرانيا في ثواني بدون اي حاجة راح شايلين الربح عن روسيا هو ما ده معناه ان هو عايز تحكم فيك من الالف للياء ويحق لي ان هو يعمل لك تعليق ويحق لي ان هو يعمل لك ايقاف لأدسنس ويحق لي كل حاجة هو عايزها وشايفها من وجهة نظره النهاء والتعليق اهو واستحقاق ويحق لي ان هو يعمل لك كمان ايه درائب الدرائب الجديدة لو عايز يحط درائب جديدة حط براحته اللي هو عايزه بص بموجة التفقية المبرامة بينه جوجل تكون جوجل مسؤولة على جميع الدرائب ان وجدت ماشي مسؤولة عن كل حاجة وتكون انت مسؤولة عن جميع الدرائب ان وجدت المساحبة للخدمة من خلاف الدرائب المستندة لصف الداخل دي اللي في مصر اللي حتيجي في مصر انت تفاوت جوجل باجراء اختبارات دورية قد تؤثر على استخدامات الخدمة لضمان توقيت وصحة النتائج الملكية الفكرية وميزات ميزات العلامة التجارية الخصوصية في اي وقت تستخدم الخدمات يجب ان تتأكد ان الملكية الملكيات تتضمن اشارة الى سياسة الخصوصية بشكل واضح وبطريقة سهلة للوصول اليها السرية انت توافق على عدم كشف عن معلومات جوجل السرية دون موافقتنا الكاتبية المسبقة وطمن معلومات جوجل السرية جميع برامج جوجل والتقنيات نسبة النقر للظهور والاحصالات الاخرى التي تتحصل باداء الملكية بما يتعلق بالخدمات التعويض انت توافق على التعويض وحماية شركة جوجل يعني تتعاوضهم كمان لو رفعوا عليك اي حاجة تتعاوضهم الاقرارات والضمانات كل الكلام ده كله كل الكلام ده كله موجود قبل كده اصلا يعني حضرك موفق علي قبل كده مفيش اي حاجة جديدة انت بس هتعمل كده اوافق وتعمل متابعة الحاجات دي كلها اقراها لو انت عايز تقراها يعني انت لو عايز تقراها اقراها لكن انا من وجهة نظر الشخصية لا قيمة لها على اطلاق زيها زي غيرها زي اللي قابلها زي اللي قابلها زي تعديلات بنود الخدمة زي كل ما فيش في تغيير انا من وجهة نظري مش شايف ايه تغيير انا قاريت الستاشر بند كل الستاشر بند ده معناه ان هو يحق الجوجل ان هي تعمل فيك اللي هي عايزاها تعمل يا ستا? ليه عايزاها? اي جوجل ادسنس عايزا تعمل فيك اي حاجة تعملها غزبا عنك بالكراه كده يعني فاهم? انت ملكش انك تعترض ملكش انك تتكلم ملكش لسان اصلا بمعنى اصحة وادقة بالتوفير لجميع اعمل اوافك يا عام عشان تدخل جوجل ادسنس غير كده مش هتدخل لتشوفه شكرا